أهلاً ومرحباً بكم ماذا أزرع شهر 4 و 5 أبريل، ماي، نيسان، آيان بالنسبة للزراعة المنزلية شهر 4 و 5 مناسب جداً للقيام بالعديد من الأنشطة الزراعية من زراعة البذور وعمليات الإكثار نبدأ أولاً بنباد جميل جداً أنصحكم بزراعة وهو دوار الشمس زراعته سهلة ولا يتطلب عناية يمكننا زراعته من البذور التي تشاهدون على الشاشة في أوعية على السطح وحتى في نافذة البيت وستتمتع بمراحل نموه وشكل ظهرته يزرع أيضاً الفلفل بكل أنواعه كما تشاهدون البذور متوفرة عند المحلات الزراعية ويمكنكم أيضاً زراعته عن طريق الشتلات نزرع أيضاً الطماطم البامية الفاصولية الكرنب الملوخية اللوبيا الكوسة والخيار هذه الصورة أصدقائي تعود للسنة الماضية وقد يتخيل الكثير أن زراعة اليقطين أو القارع صعبة وتتطلب خبرة لكن صدقوني أن الأمر جد سهل يكفي أن تأخذ بذرة أو بذرتين من القارع نفسه وتضعها في التربة فقط المهم أن تكون عندك مساحة كافية كحديقة البيت أو ممكن أيضاً على السطح الفرصة الموتية أيضاً لزراعة الفجل وهذه بذور الفجل عندما نترك النبات في الأرض الظرة وهذه ضرة السنة الماضية نزرع أيضاً الفول السوداني الباذنجان البنجر والكراث بالنسبة للقزبرة والكرفس والبقدونس وأيضاً النانع فتزرع تقريباً طول السنة في المناطق المعتدلة لا تنسوا أيضاً اكتار النباتات العطرية كالسلمية أو القصعين أو الميرامية وتشاهدون على الشاشة الآن ما شاء الله نجاح تعقلها وبصراحات العقل تخلص منها أحد الأصدقاء لكني أخذتها وزرعتها الحمد لله تلاحظون بأنفسكم النتيجة يكثر أيضاً الزعتر والويزا النعناع العطرة إكليل الجبل أو اليازير وغيرها من النباتات العطرية البذور التي زرعناها سابقاً للبطيخ والشمام تبدأ بوادرها في الظهور نكتف أيضاً المراقبة لمحاربة الآفات الزراعية حيث ينشط المن والعناكب والدود الخضراء والبياد الضقيقي بالنسبة لنباتات الزينة تزرع بذور الأزهار الصيفية مثل الزينية وعرف الديك وأيضاً الريحان تقطف الأزهار الشتوية الصالحة للقطف وتوضع فيه مزهريات داخل البيت تقلع الأبصال الشتوية التي إظهرت مبكراً مثل النرجس ونستمر في اكتار نباتات الزينة سواء بالترقيد أو بالعقل كالجهنمية والشوفليرات راديسكانسيا البوتوس وغيرها من النباتات كما يكتر أيضاً الورد خاصة في بداية شهر أربعة بخصوص أشجار الفاكهة لا تضيع فرصة زراعة بذور الليمون الجوافة التوت البشملة أي لمزاح أو بصاع كما نزيد من كمية الريح خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة إذا كان لديك الرمان فتلاحظ أنه سيبدأ في الإزهار منتصف شهر أربعة ونستمر في برنامج مكافحة الآفات وبالأخص صانعات الأنفاق التربس والمن في هذين الشهرين تنشط كثيراً الحشائش التي تعيق وتنافس مزروعاتنا لذلك لا بد من إزالتها يدوياً أو بالمبيدات أصدقائي كان هذا مقتطف من المحاصيل الزراعي التي يمكن زراعتها شهر أبريل وماي وركزت فيه على المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنزل أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وهدفنا أصدقائه هو تحفيزكم على ممارسة هذه الهواية الجميلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر